دكتور حنى عيسى من رام الله سنتحدث لاحقا عن محاولة إدارة ترامب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نكل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وكذلك عن كل ما يجري الحديث عن صفقة ترامب اللي ما يسمى بالسلام لكن بداية كخبير دولي حضرتك ما يجري في القدس هل أصلا هذا يتلأم مع القانون الدولي خاصة من القدس المحتلة وإسرائيل تحاول فرض أمر واقع فيها قلت أكيد إسرائيل تتصرف خارج القانون الدولي وفوق القانون الدولي وخارج الشرعية الدولية بما يتعلق بمدينة القدس أنت تتحدث الآن عن تقرير أعدته باركو وهي دكتورة في العلوم الجنائية وهي موجودة في حزب الليكود ورفعته في بداية هذا العام لنتنياهو للإطلاع عليه وإكراره وبالتالي هو حوله إلى الوزراء الآخرين ينص البحثة والدراسة التي أعدتها على فصل كل البلدات والأحياء والمخيمات المجاورة للقدس وعددها تقريبا 28-29 وأن يبقى في القدس فقط 5% والخطوة الثانية أن يكون هناك هذه المناطق تسمى به وثم تنتقل فيما بعد إلى مناطق ألف إسرائيل تتحدث عن الكدس الكبرى تتحدث عن 600 كم مربع مساحتها الحالية 125.156 كم مربع بتعداد سكان كما ادعى 884 ألف نسمة هذا العدد غير صحيح أكثر بكثير من ذلك اليهود سنة 67 كان عددهم 197.700 نفر الآن هي تقول 542 ألف بتعداد سكان 15-5.2017 إذن إسرائيل الآن هي تستخدم كافة الأساليب والدراسات لتهويد مدينة الكدس وإقامة الكدس الكبرى هي تتحدث الآن عن الكدس الكبرى على غرار العاصمة البريطانية لندن بتعداد سكان 3.5 مليون ونقل العاصمة من تل أبيب إلى الكدس مع تدمير كافة الكنائس والمساجد المؤدية إلى المسجد الأكثر المبارك على اعتباره أنه قلب المدينة سيكون وفي ذلك العام سيزور أكثر من 6 مليون سائح هذه المناطق إسرائيل الآن تحاول فصل مناطق غرب مدينة رامالله لأن تكون في إطار المساحة للكدس الكبرى إذن نحن أمام مخططات جهنمية لا يتعلق الأمر فقط بكفر عقب وشعفات هي الآن تريد فصل هؤلاء السكان كخطوة أولية لتجس النبض كيف يمكن أن يحدث ذلك على المستوى الداخل الإسرائيلي وخاصة الكنيسة بحاجة إلى تعديل القانون الأساسي لأن القانون الأساسي عدة في 37 1980 وصدر هناك قرار مجلس العام من 478 طالب الدول بعدم الاعتراب بالقانون الأساسي ونقل كنصلياتهم وصفراتهم أو بعثاتهم الدبلوماسية من هناك لهذا السبب نحن نرى الآن هجمة منظمة استراتيجية تكتيكية بعيدة المدى بما يتعلق بمدينة الكدس المحتلة لا تنسى الكدس هودت ما نسبته 94-95% لم يتبقى منها شيء آخر السنة هذه الكطار السريع من تل أبيب إلى الكدس بسرعة 28 في الدقيقة بمبلغ 7 مليار شاكل إسرائيلي هذا سيصل إلى حائط البوراك هناك تليفريكي الذين تحدثوا عنها مؤخرا ثلاث محطات كخطوة أولية بـ 200 مليون شاكل إسرائيلي ناهيك عن عبرنة الأسماء ناهيك عن الحفريات بالكدس الآن 104 حفرية تحت الأكسة وحاولها أربعة هناك 22 حفرية فاعلة اللي أنا شرطيها أربعة وخامسة أربعة تحت الأكسة وحاولها خمسة في بلد السلوان خمسة في البلد القديمة ثمانية في متفرقات بمعنى هذه الحفريات تجري على مدار الدقيقة هناك في الكدس الآن أصبح 29 مستوطنة 15 مستوطنة فقط في الجزء الشركي لمدينة الكدس المحتلة إسرائيل الآن تعمل بكافة الطرق والوسائل لتشتيت العرب من المدينة وتخفيض عدد سكانهم لأن يكونوا إلا كما عشرنا خمسة في المية وبالتالي هذه خطوة أولية بما يتعلق بفصل شعفات وكفر عكب وهذه الخطوة تتناقض كليا مع نص المادة 49 الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 هذه تعتبر نقل السكان من مكان إلى مكان من قبل جرائم الحرب وتخضع لنص المادة ثامنة الفقرة بامن نظام روملا أي المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 وبالتالي إسرائيل تخرج كافة الكرارات الدولية وبالأخص مجلس الأمن خذي كرار مجلس الأمن الأخير 2334 في 2312 2016 حتى الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت واعتبرت الاستطان غير قانوني وغير شرعي هناك كرار مهم بمجلس الأمن صدر 465 لسنة 1980 طلب بتفكيك المستوطنات وتعويض السكان وكأن الاستطان لم يكن إذن هناك أكثر من 14 كرار حتى هذه اللحظة و15 بما يتعلق بأن الاستطان غير قانوني وغير شرعي في مدينة الكدس المحتلة وهذا الكرار بدأ من 250 لسنة 1967 عندما اعترضوا على إجراء العرض العسكري الإسرائيلي في المدينة وبالتالي هناك كرارات اليوم صدرت بالأمس من الجمعية العمومية خمس كرارات تتحدث عن السيادة الفلسطينية تتحدث عن استطان غير شرعي تتحدث حل الأزمة بالطرق السلمية هناك موضوع خاص لمدينة الكدس لهذا السبب الكدس تخضع لكرار التكسيم 1-8-1 لسنة 1967 الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما وتحويل الكدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص في كرار التكسيم 1% من مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف فصل 27 في الألف كيلومتر مربع تخضع للقانون الدولي وحتى هذه اللحظة لم تحل هذه المشكلة لا يوجد أي قرار قال إن هناك تكسيم لمدينة الكدس حتى 2-4-2 هو تحدث عن أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرامن وحزيران الضفة الغربية بما فيها الكدس الشرقية وقطاع غزة بمساحة 62009 ألف كيلومتر مربع وبالتالي إسرائيل تتناقض مع كل هذه الكرارات التي صدرت وتناقض قوانينها حتى الداخلية لأن الآن هي بحاجة إلى تعديل هذا القانون الأساسي حتى تقر إذا أقرت فصل و لا يعني عمليا سيدي 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 عمليا يعني إسرائيل تحاول من خلال تحدثنا عن هذه المدن هذه خطوة أولى هناك يعني خطوات ستكون إضافية لإتمام المشروع أنا إضافية ما أنا حتكيت لك مئة خطوة أنت بتحكي خطوة مؤخرة يا خلا يرضى عليك أنا كنت أسرد لك في كل الخطوات اللي بتجري في الكل أنا بقصد أنا بقصد سمحلي أنا بقصد أنه الخطوة كمان إلها ارتباط أنت بتحكي عن مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن ولكن يعني إحنا بنعرف وأنت تعرف أيضا أنه يوم الأحد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأمريكي ترامب قد يعلن عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الكدس هذه أيضا في خطوة تنسيقية بما يجري داخل الكدس وما يجري داخل الكدس أيضا له ارتباط في الحديث عن إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء ووزير إسرائيلي طرحت هذا الأمر في القاهرة وكذلك كانت هناك عدة مشاريع إسرائيلية تجري في هذا الإطار إذن يجب رؤية هذا الأمر بشكل متكامل صحيح؟ هذا الرئيس كاملة وتمام التمام أولا ما يتعلق بترامب قبل الانتخابات كان واعد وفي مخططه أو برنامجه الانتخابي كان نقل العاصمة من تل أبيب إلى الكدس تأخرت هذه العملية لأسباب عديدة ليست أسباب أمريكية فقط بل إسرائيلية لأن إسرائيل تقيم علاقات قوية مع الدول العربية والإسلامية كانت خائفة باتخاذ مثل هذه الخطوة لأن في ذلك سيكون تأثير سلب على إسرائيل مباشرة لهذا السبب الآن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يقول انقلوا العاصمة من تل أبيب إلى الكدس هو يريد دغدغة المشاعر وأن يقول كما في القانون الأساسي لسنة 1980 على الكدس عاصمة إسرائيل الأبدية بجزائيها الغربي والشرقي وهذا مخالف للسياسة الأمريكية التي نصت على ذلك سنة 1967 عندما طرح المندوب الأمريكي وقال الكدس الشرقية عرب محتلة لهذا السبب عندما أقر الكونغرس الأمريكي 1995 نقل العاصمة من تل أبيب إلى الكدس صلاحيات الرئيس للحفاظ على الأمن الكومي وعلى وجوده ومنثليته في الخارج يطلب بتأجيز ستة شهور وهو أجل ذلك وسيأجل ذلك وبالتالي المسألة في غاية من الخطورة أما ما طرحته بما يتعلق بسينة نعم صحيفة المصر اليوم قالت أن هناك 720 كيلو متر مربع سيتم نقلها للفلسطينيين له الغزة من سينة وسيعطوا للإسرائيليين من الضفة 12% بما يعادل 720 ويعطي المصريين من النقب الغربي 720 كيلو متر مربع لاحظ هذا مخطط طرح كبداية لكن الورقة النهائية بما يتعلق بصفقة العصر لم تصل حتى الآن ولم نستلمها ولم نراها كفلسطينيين وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عنها إلا عندما نراها ونعطي الموقف لأن الرئيس أبو مازين واضح في كل الاتجاهات وهو يتعامل على أساس المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من الحزاران لعام 1967 هذه ثوابت فلسطينية وعودة اللاجئين وفي قرارات الأمم المتحدة وكذلك على طريقة المبادرة العربية لهذا السبب نحن نلمس نعم هناك تغييرات كبيرة تجريها السياسة الأمريكية الآن يعني يعلن بالضيقين وزير خارجي تبعدين بكل روح حل المشكلة الكورية يعني هناك تضارب في التصريحات تضارب في الاتجاهات وبالتالي هنا يجب كيف أن نركز في سياستنا واستراتيجيتنا نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين لهذا السبب أنا أرى بأن كل ما يصدر عن إدارة ترامب يعني يتحدث بلغة ومن ثم بلغة أخرى وبالتالي غير وضوح في السياسة على الإطلاق تجاه هذه الصفقة التي يتحدث عنها صفقة الكرن لكن نحن كفلسطينيين يعني واضح بكرارات الشرعية الدولية يعني بالأمش لماذا الجمعية العمومية اتخذت مثل هذه الكرارات اتخذتها وأمريكا كعادتها ضد 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 هي تقول أن طرف محايد بين الفلسطين والإسرائيلين وهي تعمل عكس ذلك تماما يعني لماذا سيصعد ترامب ويقول بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية على أي أساس هو ينطلق كل السياسة الخارجية ومبادئ السياسة الأمريكية تتعارض كليا مع هذا النهج وبالتالي أنا أرى بأنه يتعامل بغباء تجاه هذه القضايا واللي بخوف دائما أنت بتخاف من الثور لأنه برفوس من قدام بتخاف من الحفار برفوس من وراء بتخاف من الغبي لأنه برفوس من كل الجهاد وتمنى أن لا تكون هذه السياسة الغبائية التي يتمتع بها ترامب هو رجل غير متوقع هو رجل غير متوقع بكل تأكيد أنت تتكلم صحيح ولهذا السبب نحن الآن كفلسطينيين علينا كما أشار فخامة الرئيس وتحدث بوضوع أبو مازين في كل الملفات الآن هي المصالحة الهم الأول والأخير بالنسبة لنا على أساس أن تكون كلمتنا واحدة وأن نحصن أنفسنا داخليا ونرتب بيتنا من الداخل ونتصدى لكل هذه المتاهات التي تريد النايل من عزيمتنا وإرادتنا وحقوقنا حقوقنا ثابتة نحن نزلنا عن كرار واحد ثمانية واحد عندما نتحدث عن اثنين أربعة اثنين ثلاث ثلاث ثمانية وشو بدهم أكثر يعني إسرائيل شو بدها لاحظ إسرائيل ماذا تعمل في كل الاتجاهات الآن في داخل الأراضي الفلسطينية خذ في عصيرة ماذا جرى في منطقة نابلس ماذا يجري في الخليل ماذا يجري في بيت لحم ماذا يجري هناك تصور الآن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مئة وثمانية وتسعين كيلومتر مربع هناك البناء زايد التوسع خمسمائة وأربعين كيلومتر مربع هناك مساحات استولت عليها إسرائيل فارغة حول المستنطنة ثلاثمية وثلاثة واربعين ثلاثمية واربع وثلاثين كيلومتر مربع وبالتالي نستطيع أن نقول بأن مساحة الضفة هي 5844 كم مربع بما فيها القدس الشرقية لهذا السبب هي تريد الآن أن تضع شروط على الفلسطينيين بما يتعلق بالبحر الميت بأن سيادتها ستكون على البحر الميت للبحر الأحمر للبحر العبيض المتوسط هي تريد أن نكون منزعي السلاح هي تريد أن نكون كنتونات هي تريد أن تقيم القدس الكبرى هي تريد المخترة في منهج جديد طريحته الإسرائيل الآن بما يتعلق بالمخطر يعني الخليل يكون كل اتصالها مع الضابط العسكري الإسرائيلي ويمول الخليل كما تشاء وماذا تريد على أساس الخليل تكره بيت لحم وهكذا بيت لحم تكره أريحة وبالتالي هم لا يتحدثون الآن على الإطلاق عن دولة فلسطينية مستقلة نتيجة هذا الاستيطان المياه يسيطرون عليه 100% المعابر 100% لاجئين لا لعودة اللاجئين والخطة الجديدة التي تحدثت عنها نائبة وزير الخارجية نائبة بن يمين نتنياهو قالت حتى عودة اللاجئين لابدنا نشوفهم هنا وبالتالي انظر كل هذه المسائل أو الملفات الخمسة التي طرحناها من أجل معالجتها للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة إسرائيل ابتعدت عنها لماذا لأن الوضع الداخلي ها هو كما نراه صعب جدا الوضع العربي دم ينزف في كل مكان واخذ الدول الإسلامية مترهلة والعالم يتعامل معنا بازدواجية المعايير لهذا السبب لابد أن تكون هناك روابط سياسية قوية نحصن أنفسنا داخليا وهذه الحصانة هي التي تعطينا المد من أجل الحفاظ على حقوقنا دكتور حنة عيسى المحل السياسي والخبير في القانون الدولي كنت معي من رام الله جزير شكرا لك على هذه المشاركة